اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزى الخاصة الصف الرابع الابتدائي معيكم اسمونيكا مادة المهارات المهنية والنهاردة هنتدرب مع بعض على المهام اول حاجة عندنا المهامة بتقولك صنف الادوات التي امامك في الجدول التالي المطارق مفاتيح الربط الأزميل المفكات بأنواعها المناشير المسقاب قواطع المواسير أدوات تقشير الأسلاك المكينات أو مكينات لحام المواسير واجهزة قياس الطيار القهربائي وفرق الجهد ومديك ثلاث حاجات اول حاجة بيقولك هتصنف الادوات دي هل هي ادوات عمال القهرباء ولا ادوات السباكة ولا ادوات عمال البناء اول حاجة في ادوات عمال القهرباء تحط واحد اجهزة قياس الطيار القهرباء وفرق الجهد اتنين المفكات بعنوعها ثلاثة ادوات تقشير الأسلاك طيب وما انا هحط ايه في ادوات السباكة؟ هحط في ادوات السباكة مفاتيح الرب قواطع المواسير المناشير مكينات لحام المواسير عندك في ادوات عمال البناء تحط المطارق والازميل والمناشير والمسقاب المهمة اللي بعد كده بيطلب منك ويقولك اقترح ثلاث افكار مختلفة لاعادة استخدام بقايا الاقمشة وممكن تعبر عن مخترحاتك بالرسمة او بالكتابة او كلاهم يعني هما الاتنين استخدم القلم الرصاص والاقلام الملونة هو انا ممكن استخدم بقايا القمشة في ايه؟ واحد بطنية طفل صغيرة اتنين مفرش ثلاثة فستان لطفلة نقول مرة كمان هو انا ممكن اعمل ايه؟ علشان اعيد تدوير الاقمشة اعبر عن مخترحاتي بالكتابة او بالرسم واحد بطنية طفل صغيرة اتنين مفرش ثلاثة فستان لطفلة المهمة اللي بعد كده سنة ربعة بيتكلم عن اجزاء الكتاب او محتويات الكتاب واجزاؤه وتبدأ تصنفه هو مديك الوصف ومديك اختيارات من فوق وتبدأ تكتب الكلمة المناسبة لهذا الوصف مديك من الكلمات اللي هي تعتبر من اجزاء الكتاب غلاف الغلاف الداخلي وقائمة المحتويات والغلاف الخارجي والمتن وصفحة حقوق التأليف والنشر اول حاجة في الوصف بيقول انا الجزء الاكبر في الكتاب ويطلق علي اسم اخر وهو محتوى الكتاب هنختار من الكلمات الفوق المتن تاني وصف عندنا من اهم مكوناتي اسم المؤلف واسم الكاتب ورسمة وصورة تعبر عن محتوى الكتاب هنختار من الكلمات الفوق الغلاف الخارجي رقم ثلاثة احتوي على معلومات قانونية عن الكتاب وتاريخ النشر واسم دار النشر هتكون الاجابة صفحة حقوق التأليف والنشر بعد كده عندك احتوي على الوصف الموجز دي ما يحتويها الكتاب مما يحفظ الاطفال على قرأتي هتكون الاجابة الغلاف الداخلي واخر حاجة احتوي على قائمة بالموضوعات وارقام الصفحات الخاصة بها هتكون الاجابة قائمة المحتويات مهمة بتقولك صنف الادوات التي امامك في الجدول التالي المطارق مفاتيح الربط الازميل المفكات بانواعها المناشير المسقاب قواطع المواسير ادوات تقشير الاسلاك مكينات لحام المواسير واجهزة قياس الطيار القهربائي وفرق الجهد بتديك ان اقتصالنا في الثلاث حاجات دول لأدوات عمال القهرباء أدوات السباكة أدوات عمال البناء أدوات عمال القهرباء جهزة قياس الطيار القهربائي وفرق الجهد المفكات بانواعها وادوات تقشير الاسلاك أدوات السباكة مفاتيح الربط قواطع المواسير المناشير ومكينات لحام المواسير وادوات عمال البناء المطارق الأزميل المناشير والمسقاب نقولها مرة كمان أدوات عمال القهرباء أجهزة قياس الطيار القهربائي وفرق الجهد والمفكات بانواعها وادوات تقشير الاسلاك أدوات السباكة مفاتيح الربط قواطع المواسير المناشير ومكينات لحام المواسير وادوات عمال البناء المطارق الأزميل المناشير والمسقاب وبكده نكون انتهينا من مراجعة المهام شكرا لكم سنة ربعة اشتركوا في القناة العمال البناء vegetarian todo